بعد عقود طويلة من تشييد هذه الأنفاق عبر هذا الخط الدولي الذي يعد شرياناً حيوياً للوطني بشكل عام إلا أن غياب الصيانة الدورية أدى إلى ظهور أضرار قسيمة عليها فهذه الانتفاخات الخرسانية التي أرجع المختصون أسبابها لضغط المياه الجوفية باتت تشكل همّاً أمام السلطة المحلية والمواطنين على حد سواء والذين طالبوا بسرعة إصلاحها قبل خروج الأنفاق عن الخدمة الحالة الآن في النفاق حالة في الحقيقة تطلب جهد سريع وفق توجهات في خامة الآخر رئيس ورئيس الوزراء ومعالي الوزير والكل إن شاء الله لأن هذا هو الطريق الوحيد الذي الآن يربط لمن من أقصاه إلى أقصاه نأمل من خلال البشرى الذي قدمه الآخر الوزير في الشركة اللي باتجي إن يكون موضوع سريع سريع جداً ورغم الوعود الحكومية التي جاءت على لسان وزير الأشغال العامة والطرق بالترتيبات مع الشركة المنفذة وإلزامها بالعودة لإجراء الفحوصات الهندسية إلا أن هناك تخوفاً ينتاب المواطنين من احتمالية تأخرها وهو ما قد يفاقب من حجم الأضرار بحصول ضرر في الأنفاق وكذلك توجيهات في خامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء نزولنا اليوم إلى المحافظة لتفقد الضرار الموجودة في النفق هناك ترتيبات مع الشركة العاملة للنفق الذي قامت شركة هوك اللي اشتغلت الأنفاق بإذن الله خلال عشر أيام سوف تصل إلى العاصمة عدن ويكون فيها عقد بإذن الله للنزول استكشافي وصلاح الضرار بإذن الله هذا الخط نحن نعتبره خط شرياني إغاثي إيواي اليمن بشكل عام يربط دول الخليج بالجمهورية اليمنية بإذن الله نحن لخ المحافظة طرع علينا الإشكالية والمشكلة الموجودة مع قياد السلطة المحلية بإذن الله خلال القريب العاجل الذي تم العمل فيها وما بين تلك الوعود والمطالبات المحلية يتطلب من الحكومة تكثيف جهودها لضمان سلامة المواطنين واستمرار حركة النقل بشكل طبيعي بالمحافظة